داما لما بحكي مع أحباء المسلمين تتكلم عن كل هذه البراهين وفيه براهين كتير اللي بتتعبر عن لهوت المسيح مش مجرد كلام مجرد أفعال يعني مثل ذكار تحط الدين على جنب أي شخص بدك تتمثل في شخصية جيب أي نبي وشخصية يسوع أين أي شخص أمام كمال وقداسة وبر وطهارة وشففية المسيح تعليمه أي نبي طب أي تعليم اللي قدمه أمام التعليم اللي قدمه رب يسوع جيب أي نبي أمام أقوال يعني في يعني أنت ذكرت في حلقة أنه خير أمة أخرجت للناس من السهل أن أقول هذا النبي أشرف خلق الله والأفضل الأكشن ليه يعني كل واحد مسيح مسلم في أي يعني زيبا هو المسيح هو الكامل أنا بعطيك الأسباب ليه المسيح هو الكامل لكن ما ترمليش أي كلام هيك عشوائي آه هو أفضل نبي أفضل ليه نعم يعطيني الجلائل أنه ليه هو أنا بقول لك لا مش أفضل لأنه واحد اتنين تلات ارتكب هاي الخطي وعمل هيك وعمل هيك وعمل هيك المسيح المسيح ولا بتشوف أي شبه خطيه فيه بل تحدى الأجيال من منكم يبكتنا على خطيه بس السؤال أنه طيب لما بتش تحكي عن كمال المسيح وعن هوية المسيح بقول لك آه بس ما هو أنا مش مفق هو أصلا الإنجيل محرف بس دايما الاعتراض طب ما الكتاب محرف نعم أنت كنت مسلم صرت مسيحي أنت قرأت القرآن والحديث ودرسته درست الشريعة الإسلامية نعم وانت الآن مؤمن بالمسيح نعم هل الكتاب محرف؟ أنا دائما أسأل المسلمين اللي هنا رفقاتي عندي أصدقاء مسلمين أمي مسلمة أخواتي مسلمات أعمامي مسلمين أحبهم لكن إمتى حرف الإنجيل؟ من اللي حرف الإنجيل؟ دائما خلينا نحكي من نظرة من وجهة نظر اللي هي بالشرطة إذا صار جريمة اليوم في جريمة في قاتل في مقتول في إحداثيات اليوم في السؤال أو التهمة الذي تلفق للمسيحية حرف الإنجيل أوكي في تاهم في متهم المتهم هي المسيحية اللي وجه التهمة هي الإسلام وما في غير وجه التهمة إذا تطلع على جميع الديانات الأخرى الإسلام فقط هو وجه تهمة إنه الإنجيل محرف لكن شو هي الإحداثيات؟ أم تحرف الإنجيل؟ مين اللي حرف الإنجيل؟ بأي سبب حرف الإنجيل؟ إذا الإسلام نفسه يعترف أنه الحواريين اللي هن الرسل هن بطرس ويحنى ومتى ومرقص فكيف ما بيعترفوا أنه هو نفس الإنجيل؟ ليش عم يقولوا أنه المسيحية حرفت الإنجيل؟ طيب المسيحيين بأي هدف حرفوا الإنجيل؟ دائما كنت أسمع نبيل العوضي هو شيخ أتذكر سعودي أو كويتي يقول المسيحيين اتفقوا مع اليهود لتحريف الإنجيل ما اليهودية؟ ما بدى المسيحية ونكروا المسيح نفسه لألهم بطرس أنتم أنكرتم قدوس الله البار ولليوم اليهودية تنكر المسيحية وتنكر الاشراء لا أم لا يوجد علاقات بين المسيحية والإسلام 100% اليهودية على مرة التاريخ 100% فإذا أنا بدي وجه تهمة بقول أنه حرف الإنجيل وأنا أول ما قرأت الإنجيل كنت يقرأه وكنت تحط براسي أنه الإنجيل هذا محرف لكن لما كنت عم بسمع كلمات النعمة يقول أحب أعداءكم باركوا لعينيكم إذا هو محرف أنا بدي أبي تحريفه لأنه يحثني على سلوك حياة أحسن لما يقول لي من اشتهى منكم أمرأة في قلبي فقد زنى لما عم يقل لي أنه هذا وقت الخطية لما يقل لي لأنه هكذا أحب الله العالم يورجينه أنه الله آب الله محب ويسوع المسيح هو الشخص الوحيد أو الإنجيل حتى لو كان محرف بالنسبة له هو الكتاب الوحيد اللي بيقوله الله آب محب لما تحتاجه ولما تخطأ ولما أي شي يصير رجع إلى الله قال له أبانا الذي في السماوات هو الكتاب الوحيد اللي عرفنا أنه الله محبة اللي عرفنا أنه الله لما بده يقاصص ما بيضرب ما بيكسر عرفنا أنه اللي بيحب ابنه وبده يعاقب ابنه ما بيكسر إيده عرفنا أنه الرحمة علمنا نرحم غيرنا علمنا أنه حتى عدو يحبه أي كتاب يعلمني يحب العدو تعلمنا العين بالعين والسين بالسين والبادي أظلم إذا الكتاب محرف ويعلمنا أن أحب أعدائي وغير حياتي وحياتك وحياة الآلاف فأنا أقبل كتاب محرف خير من كتاب ما بيعرفوا بيقولوا أنه وصل بورقة لكن إذا نرجع على الكتاب ونقرأه بموضوعية نقرأه من 1400 سنة قبل الميلاد لحتى القرن الميلادي الأول لما خلصت كتابة الكتاب وقف الوحي بعد منه وصار الكتاب بين أيدينا نشوف التناسب بالكتاب نشوف محور الكتاب ونعرف أن الكتاب ليس محرف لكن أنا أريد أن أدرك إخوات المسلمين يكونوا صادقين مع نفسهم أكاديميا لأن الكتاب إذا نقرأه أكاديميا ونرجع تاريخيا بالمواقع التي يحكيها سنعرف أن هذا الكتاب غير محرف لكن إذا بدنا نقول لأنه نقلنا عن الشيخة البلاني ونقلنا عن فلان لأني أوثق فيه وقال الإنجيل محرف فأنا لا يمكنني سدق أنا سمعت أن الإنجيل محرف لكن اليوم أكثر صديق لألي هو الإنجيل قبل أن أنام أقرأ الإنجيل بسيارتي أسمع الإنجيل الحياتي جاء تطبيق حياتي من تعليم الإنجيل فإذا الإنجيل محرف شو هي الأدلة؟ لا أو بالعكس يعني ما عليش مرات من اقتبس عشان الأخ المسلم يفهمها وإن كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك عارة اللي بيكون من قبل هو المفروض الدليل يعني ما تيجي بعد 600 سنة بتقول أن الكتاب محرف بعدين فهل فعلا تحرف مين اللي حرف اليهود؟ طب ما هي عندنا نسخ المسحية المسحية حرفت طب ما النسخ موجودة عند اليهود وما فيش هي العلاقات إلى يومنا هذا شيء آخر يعني طب يعني شو الدليل؟ إحنا اليوم عندنا أكتر كتاب مبرهن تاريخيا في العالم هو الكتاب المقدس حتى مع قدمه الإثباتات التاريخية والنسخ والمخطوطات أكتر من القرآن نعم يعني هاي وعندنا مش بتحكي عن نسخة ولا اتنين ولا كده المسيحي بس وما بحبش يقول هاي الكلام المسيحي لأي هين أي شخص المسيحي اللي المفروض يقول للمسلم أوه كتابك محرف نعم كيف بتقول أنه كتابك مش محرف وعن بنكر حقائق تاريخية وجغرافية ولهوتية ولغوية نعم وعلمية وكل الأشياء ومتناقضات طب يعني كتابك هو اللي أنت لازم تطلع نعم يعني قبل ما تضرب الحاجة تطلع على بيتك شيء آخر يعني مين اللي جمع القرآن وأين الشهود وأين الدلائل نعم وإن كان هو في اللوح المحفوظ طيب بعد زمن هل الله بيغير فكره هاي فكرة عن المسيحي أنه الله لا يغير فكره أمين يعني يسوع المسيح وهو أمس واليوم فإذا إذا الله بيقول شيء بعدين بنسخ الآية أو بيجيب آية أفضل أو مثلها بالنسبة للمسيحي على طول مرفوض الله هذا ضعيف الله ما بدي أتبعه لأنه ضعيف بيغير فكره بيغير رأيه بيكتب شيء بعدين بنزل شيء آه معناته بيكتب أشياء اللي هي تناسب شخص أو عصر أو كده نعم بالنسبة للمسيحي مرفوض يعني إحنا المفروض نقول كتابك محرف لهذه الأسباب 1-2-3 بس إحنا بنحكي عن المسيح مش فاضيين للأمور الثانية أخ نزار إذا نطلع تاريخيا على النسخ اللي وجدت للإنجيل المخطوطات اللي وجدت مخطوطات البحر الميت وقمران وغيرها وغيرها هي المخطوطات نفسها هلأ ممكن في تغيير من اليونانية للأبرية بالصيغة الكلام لكن المعنى الجواري واحد وأكثر شيء دلالة أن الكتاب المقدس غير محرف ذكر خطية إبراهيم اللي أخطأه وذكر لما أخطأ داود قال أنهم هم رجال لما قال عن داود رجل حسب قلب الله وجدت داود بن يسى البيت لحمي رجل حسب قلبي لكن ذكر خطية داود ذكر خطية سليمان ذكر خطية بطرس ذكر خطايا بولوس فالكتاب بيورجينهم واحد اثنين ثلاثة أربعة فرغم قدم الكتاب والمخطوطات اللي بتقولها والأشخاص اللي كتبوه وكان مشهود لهم مش أي أشخاص عاديين قالوا أتانا بلوح محفوظ أو نزلت علي الآية للسبب المعين بالنسبة للمسيحية أي شيء أنت بتحكي لازم تكون دليل ما فيك تقول كتاب محرف المسيح متصلب بعد ستمائة سنة تخيل اليوم أقول أنه كندي اللي اغتلوه من شيء ثلاثين أربعين سنة مثلا أو أنور السادات بعد مئة سنة يجي واحد يقول لي لا ما هو أنور السادات ما متش كيف بيكون يعني شعور كل الناس المعاصرة شافتهم مات وتقتل واندفن وكل الأشياء يعني الموضوع هذا حتى خارج عن المنطق البشري أخ نزار حتى كتابات الرومانيين تشهد أنه شخص صلبوه وهو شخص غير طبيعي شخص غير طبيعي المؤرخين بهذاك الزمن يشهدون أنه أشخاص لأنهم اتبعوا وتتبعوا تعاليمه تغيروا فكيف أنا بدي أقول هذا الكتاب محرف وهذا الكتاب هيك عم يعمل بحياتي وعمل بحياة ثانية وأنا بدي أخي المسلم ليقرأ الكتاب وهو بيقرر إذا محرف أو لا طيب نرجع هو طبعا حاشة أن الله يحرف كلامه أو يبدل كلماته لا تبديل لكلمات الرب حاشة للرب أنه فإذا اللي بيتهم هذا الشيء إما بيكون شخص جاهل فعلا لا يدرك وتعصب دينيا أو يكون شخص لئيم مزيف عاوز بس يدمر عاوز يدمر بدون يعني بدي يلغي الفكر و بدي يلغي العقل و بدي يلغي الدين و بدي يلغي كل شيء ويمشي فكرته بالقوة لأن أنا عندي القوة أكيد أمنش بتموت صحيح لكن المسيحي مستعد تموت من أجل وسائل الإيمانة ورسلتا اشتركوا في القناة